طيب لو قلنا كابتن عدل القيعي وشركة النادي الاهلي لكورة بعض الناس بتقولك ان شركة الاهلي لكورة بتفصل مجلس الادارة عن الكورة وشركة الكورة هي العودة تاخد المعنى صح تاخد اللقطة كبيرة هل مجلس الادارة هنا دي تداخل في شركة الكورة لان بعض الفترات اللي فاتت لما استاذ ياسين منصور كان رئيس شركة الكورة الاهلي بعض الناس في كتابتهم كان عايزين يوقعوا بين الكابتن الخطيب وبين وطلع بمنتهى الرقي استاذ ياسين ووضح الصورة بالضبط كده بالضبط كده وحتى هو في الاخر اكد على ايه انا مقدرش هدل مجلس الادارة الكابتن الخطيب ان انزع منهم الكورة طيب شركة الكورة نفسها ايه علاقة بمجلس الادارة وشركة الكورة ارجع بقى للعنوان التكليف الرئيسي لما انا جيت ادارة النادي الاهلي وقالولي عايزين نحاول النادي الاهلي الى شركة فقولنا هناخد الحقوق نعمل منا شركة نعم بس الشركات دي كلها بتاعت مين طاعت النادي الاهلي طاعت النادي الاهلي طرح وكانت خنائتنا الكبيرة لما حبوا يطلعوا سلطة النادي الاهلي ان ممكن في النظام الاساسي اللي يرفض في المجلس اللي قابل الكابتن الخطيب كان عايزين يمرروا ان ممكن تعمل شركات النادي الاهلي ما ياخدش فيها الاغلبية وبدون موفدة الجامعية العمومية مجلس الادارة بس وكان حربي انا والاستاذ ابراهيم ضد هذا القرار وضد هذا النظام الاساسي وربنا وفقنا مع اخرين وتعامل نظام الاساسي يؤمن النادي الاهلي ان على الاقل النسبة الحاكمة لازم تبقى مملوكة للنادي الاهلي طيب هل هنا بقى هنا بمعنى انك ما تقدرش تاخد الكورة بعيدا عن النادي الاهلي حتى لو انت بيعت الاسم في البرس اللي انك هتبيع بما لا يزيد عن 49% منه هل من حق مجلس ادارة النادي اي تدخل في شؤون شركة مش من حق مش من اجلس الادارة على فكر مجلس الادارة من زمان ما بيدخلش في شؤون الكورة هم مخصصين الكورة بتدار من خلال اللجنة معني بيها كان الكابتن صارع كابتن حسن كابتن خطيب الكابتن حسن الكابتن خطيب الكابتن طارق الكابتن خطيب الكابتن محسن صالح كلجنة تخطيط والكابتن زكريا ناصب ويعاونهم بعض الأجهزة إذا الشكل إن مجلس الإدارة الذي يفوض رئيسه لأنه في الحالة دي هو رجل فاهم كورة وبعد كده يعتمد القرارات وتدخل للمناقشة الاستراتيجية مش الفنية واخد بالك أنا شركة الأهلي أنا لا أنفصل عن هذا الهدف أنا بدير بالنيابة عن النادي الأهلي لكن بصلاحيات الشركات بمعنى إيه إن أنا عندي بقى أهداف تسويقية وأهداف ربحية وأهداف وأنا بحافظ على الأهداف الفنية بتاعة النادي الأهلي فلا يمكن حاخد قرار بمعزل عن النادي الأهلي حلو قوي أنا ليه بقولي الكلام ده لأن بعض الناس عاوزة تفهم بعض النقاط هل شركة الكورة لها تدخل في اختيار المدربين واللعبين اللي هم هيماسهم في إطار صلاحياتها بموافقة النادي يعني أنا عايزين مدرب أنا المسؤولة جيب لك المدرب شركة الكورة بس باختيارات الرئيسة إنما في الآخر بتقعد مع رئيسة أنت يعني ماشي مع ميزانيتك لا مش ماشي طب بس هو كويس طب لو ضبرنا لك الميزانية حنا كشركة كورة يبقى أوكي ولا لا يبقى دورك أنت هنا واخد بالك أنك بتساعد في يعني أنت بتسهله مأمرياته في كل حاجة لازم أسهله اللي ينجح الكورة لنادي عشان يبقى لي فيه دخلي كمان ليه هتغطير طبال السماء كابتل مصطفى وهنا فيه نقطة مهمة جدا إن مجلس إدارة الكورة ملوش مصالح إحنا متطوعين وأنا كنت لسه هسئل إحنا التلاتة إنت كرئيس شركة لا لا متطوع طبع ولا أي حد في الشركة لا 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 ولا مش أي حد أنا والأستاذ خلق عبدالقادر وإحمد حسام عوض اللي هم مجلس الإدارة إحنا متطوعين متطوعين لنا تقاض زي مجلس الإدارة إنما فيه أجهز معانا تنفيذي طبعا معانا الناس مش هشغل لله المدير التنفيذي المديرين الإدارات الكبرى كلهم دول محترفين ولازم يكونوا مش متفرغين ولكن تواجدهم بشكل منتظم في المقر لينا مقر وبيفرش الآن حيبوا موضوعين بشكل يوم في النادي الأهلي ولا فينا لا بره النادي الأهلي بره النادي الأهلي طيب عشان نقفل الجزئية دي هنلتليك رؤية تانية في شركة النادي الأهلي شركة الكورة أنت كنت متخيل ممكن تعمل حاجة لقيت نفسك بين لوائح وقوانين وكلام ده ممكن تعرقلك على حاجات كتيرة هيبقى في في فطرة الانشاء أو الانتقالية دي لأن المجتمع لسه واللوائح في مصر مش معتادة على هذا النموذج يعني أنت بتوع تشوف ضربك حتيمش إزاي تأميناتك حتيمش إزاي لعبتك وأنت بيعمل العهد هل العقود دي محتاجة تعديل ولا تتكلم مع تعادو كورة إزاي يعني الأمور حتتطور وأنت ماشي واحدة واحدة هل دي ممكن تاخد فترة طويلة أتمنى لا لو كل المسؤولين على الكورة المصرية عايزين يختصروا الوقت لنهوض بالكورة المصرية لا سؤال حلو أو أنت بتقول مين يطور الكورة المصرية وفي التعاون بين ما تقدرش تتجاهل مصالح الاندية لكن مصالح مين أنت عمال بتتجاهل مصالح الاندية الكبرى عشان الأصوات الجمعية العمومية اللي هي القاعدة اللي بتبتدي من درجات التالتة والتانية وده ما ينفعش وهم دول لازم تفصلهم تماما الله عن الاندية التنفسية بتاعت خطاع البطولة وقال إحنا لسه جايين دلوقتي مع احترام طبعا الكابتان إحنا مجاهد لما جيه ومسك هو ممكن بيمس منه مش مسش الكورة المصرية لما جيه خد قرارات خد قرارات لصالح مين الاندية اللي حتنطخ طب ده يبقى فيه كلهم مش هو بس هذا وضع يجب أن يتشاف له حل إنك انت وهو مطلوب إنك انت طرق على الاندية الزغيرة عشان تكبر بس بنظام مختلف يعني إنت لما تيجي تفرض رسوم أو نسب من دخول الاندية المحترفة للصرف على الاندية اللي عايدة دعم أه ماشي لكن ما تقدرش إنك انت تيجي تقول لي إيه إيه رأيك في عدد المحترفين ولا نظام القيمة طب مين اللي بيختار لي إنت بنادي الدرجة الثالثة بيقول لي أنا أجيب مين وما جيبش مين هل فيه في القانون ودي من الحاجات اللي مستقرباني فيه يبقى رئيس نادي يبقى رئيس رابطة أو أضو مجلس دارة الاتحاد دي دي أخطاء الممارسة مش أخطاء التنظيم ممارسة تيها كله عارف يا كابتين عادلي كله عارف يشيري ما هالممارسة لإن كدت بتوفق على الغلط وبالطنشم يعني مفروض من أول لحظة كل الأندية تقول حط في نظامك بقى إن اللي ييجي يدير ما يكونش كذا ما يكونش كذا يعني زي ما أنت قلت في وقت ما يكونش إعلامي وما يكونش رئيس نادي طبعا وما يكونش لهم ومجلس دارة الاتحاد وما يكونش عنده الزواجية رئيس نادي هنا ومجلس دارة الاتحاد دي كله ماشي بالأسلوب ده دلوقتي كده في الكرة وفي مصر يبقى إزاي هتصلح وكرة بمصر مصالح شخصية لا النظام القائم مش هيصلح حاجة النظام القائم انسف حمامك القديمة ابتدي يشتغل يا أخي الناس حوالينا بتتطور الناس النهاردة بتنافس الدوريات الأوروبية بتجيب ميسي وبيتجيب رونالدو وبيتجيب مش عارف إيه شو بدور السعودي فين دلوقتي هو حتى لما مش فين هو بيفكر إزاي هيوصل طبعا